تحقائق عن فيلم الجوكر 2019 خسر ووكين فينس 52 رطلا والذي كان ضروريا لتصوير مظهر الشخصية الهزيل الضعيف استخدم المصور السينمائي للفيلم لورانس شير مزيجا من الكاميرات السينمائية والرقمية لتحقيق المظهر المميز للفيلم والذي استوحى الإلهام من أفلام السبعينيات قوبل الفيلم بالجدل قبل إطلاقه بسبب مخاوف من أنه قد يثير العنف مما أدى إلى زيادة الإجراءات الأمنية في دور العرض التي تعرض الفيلم أصبح المشهد الأخير للفيلم الذي شهد فيه أرثر وهو يرقص على الدرج بينما كان يرتدي زي جوكر الأيقوني ميما شائعا حتى أنه تمت إعادة صياغته في الحملة التسويقية للفيلم حقق الفيلم نجاحا هائلا في شباك التذاكر حيث حقق أكثر من مليار دولار في جميع أنحاء العالم وأصبح الفيلم الأعلى رتحا في تلك السنة تابعنا للمزيد من الأفكار